اولا هنا انا لو بشتغل على منتج مش بيتشحن يعني منتج رقمي مسلا او المنتج ده عبارة عن حاجة الكترونية عبارة عن مسلا مثلا ببيع كده فانا في هنا لما اجي على في الاول خالص بلغي ان اصلا في حاجة اسمها شحن علشان يلغيها لي من كل اعدادات الموقع ما اجليش كل ما اضيف دومين اه كل عفوا ان ما اضيف او اه يعني اضيف منتج يقول لي هيتشحن بكام وش عارف ايه والكلام ده لا انا هلغي خالص الكلام ده هاجي عند هنا تمام بيقول لي احنا يعني الغي الشحن وحساب الشحن يعني مش هيبقى فيه طبعا بقى في النهاية في الاتمام الدفع وفي الفواتير والكلام ده هيشيل خالص فكرة ايه رسوم الشحن كام عشان يحسب الاجمالي خلص احنا لغينا كده فكرة الشحن خالص ولكن لو انا يعني بتعامل مع منتج بيتشحن يبقى انا بحدده زي ما احنا كنا عاملينه عادي لو انا عملت هيتشغل التاب ده من هنا خلاص مش هيبقى لي اعدادات اعمل له هيتوجد على طبعا اروح على هنا عندنا في وحاجات زي كده هنا يعني انا ببدأ احط زون يعني اه مناطق بشحن لها وبحط اعدادات للمناطق دي تمام فمثلا هنا مفيش اي حاجة حاليا بس هو بيديك مجموعة من النماذج بيقول لك يعني انا مثلا قلت لوكال زون ان انا بشحن الكاليفورنيا تمام يعني ممكن تروح تاخد انت تستلم الحاجة بمكانها فانا بكتب كده او ان مسلا بكتب كل الولايات المتحدة الامريكية لاي ولاية بسعر سابط الشحن مسلا كزا فبتبدأ ان انت تتحدد حاجات زي كياتا تعاني ناخد نموذج لو انا بفترض ان انا بشحن لكل الدول تمام بس انا في كل مجموعة دول او مجموعة اه يعني مناطق بيبقى ليهم طريقة واحدة في الشحن نبدأ ان احدد ده هو بيبقى بديني مبدئيا كلمة يعني كل العالم يعني كل العالم هيبقى اعدادته هنا اهيه لو انا ضفت حاجة هنا مختلفة فيها دول تانية يبقى كل العالم مع عدد دول دي يعني لو اخترت بس انا عملت دلوقتي انا المصر عملت وجيت هنا قلت له هسمي الزون دي ايه يعني يعني هلو لو مصر بس يبقى هسميها ايجبت لو الشرق الاوسط مسلا يعني كزا دولة هقول لي بقى ايجبت اه مسلا السعودية لبنان سوريا العراء اه الكويت كده وهكذا طبعا نعمل لمصر مسلا لوحدها زون ايجبت كل المحافظات يعني اي محافظة كده حاجة هنا هيقول لي ايه الدول اللي جوه الزون دي هقول له ايجبت في مصر انا ما في شغل ايجبت في الزون دي لو هضيف حاجة تانية اضيف انا حاليا دي ايه ما في شغل ايه ماشي ايه طرق الدفع بقى طرق الشحن ابدأ بقى هنا اضيف كل طرق الشحن الخاصة بمصر هاجي هنا اولا لو هي فري شبنج هدوس على فري شبنج لكن لو برقم يعني بسعر معين هدوس على فلات ريت واعمل كونتينيو ماشي طريق اه اسمي ايه طريقة الشحن دي ممكن اقول له البريد المصري مثلا اللي هو البريد بتاعنا الحكومي تمام وممكن اكتب له جنبها مثلا اه مسلا الوقت بتاعها يعني ممكن اكتب له انا ان ده بياخد من اربع لخمسة اه ايام الحاجات دي هتظهر له اسناء لما بيجي ادفعها وسعرها كام باجي هنا عند السعر واقول له دي مسلا سعرها الشحن خمسة خمسين جنيه اه دي دولار اه احنا بالدولار فهنقول له عرش دولار بس اقول له كده هو عمل ايه ضفلي مصر ضفلي في مصر يعني طريقة شحن اضيف طريقة تانية وليكن هقول له او او الحاجات اللي زي كده اه مسلا اللي قلنا دي اتش ال شركة الشحن المعروفة اه دي اسرع شوية تمام فممكن اقول له دي بخمسة وعشرين دولار ودي اتش ال اللي ممكن نكتب له ان دي بتاخد يعني تاني يوم بتوصل او اي حاجة يبقى انا كده حطيت زون اسمه مصر وحطيت في الحاجات دي نرجع تاني بعد كده ورا هلاقي ان مصر اصبحت موجودة ودي طرق الشحن المتاحة ليها وحطيت لهم السعر بتاعهم هاجة اعمل زون تانية وسميها مسلا ايه? اه افريقيا. مسلا اعلم مجموعة الدول بقى مع بعض. هاجة اقول له ان احنا عندنا المغرب. وعندنا الجزائر. وتونس. وليبيا. تعالوا نشوف حبابنا في موريتانيا عشان ما يزعلوش مننا. دي موريتانيا وليه? ما يزعلو مني. مش هو ممكن يكون في حاجة في. مش عارف اكتبها مزبوط بس هي موريتانيا يعني. مش مكتوبة هنا. اهي موجودة. اه ام ايه? فاحنا كتبنا كده مجموعة دول سميناهم نورت افريقا. وهنحط طريقة الشحن مسلا بتاعهم. هنقول لهم ما فيش عندنا في الطريقة هنا غير دي اتش ايل. وسعرها مثلا مش دي اش اللي بدي امداد دولي بقى. ممكن اقول له اه سبعين دولار دولار. هو حد يدفع حاجة. بنقول سبعين دولار. بس ارجع تاني شو بقى انت عايش سامني. اي حاجة بقى بعيدة عن الدول اللي احنا ضفناها يعني احنا ضفنا مصر. وضفنا المغرب الجزائر تونس ليبيا موريتانيا. لو انا جيت من عملت عنواني في اي بلد غير دول هيحسبني على وانا حط لها هنا ايه الاعدادات تاعتها من هنا. والاعدادات ان اي حد من برى اي دولة من برى الدول اللي احنا عملناها دي هيكون دي اتش ايل مسلا وسعرهم بقى مية وعشرين. اه يبقى كله ايه مية وعشرين دول مسلا دول كلهم وغضيين نفس اما لو حاجة اختلفت. يعني حاجة من دول كده. لو ضفت اي زون تانية دلوقتي خلاص هتطلع من هنا وهتبقى دي زون جديدة بحاجة جديدة. احنا بس هنا نسانة نكتب يعني طبعا انت بتكتب الكلمة جاملة عشان يعني بقى عارف تفاصيل. انا هنا ما كتبتش عادي. مش هتفرق بس هو هنا عشان يعرف ايه الفرق في السعر من ايه? الفرق في السعر من ايه? عدد الايام يعني. فانت بتكتب جملة اه تعرفه التفاصيل يعني ايه الفرق من الاتنين. المهم ان احنا بعد ما خلصنا خلاص كده حملنا بتاعتنا نروح على بقى هنا. بيقول لك هنعمل حساب اه في عرب التسوق يعني في عرب التسوق نفسها هيحط جزئية اسمها حساب الشحن. فهقول له اطب. الحاجة التانية بيقول لي هل اخفي تكلفة الشحن لغاية ما يدخل عنوان معين اقول له اه. ليه? يعني واحد دلوقتي دخل انا ايه رقم الشحن اللي هيحطه? ما هو ناس مش هارف هو من ايه? هيشله الشحن وهيكتب له اسعار المنتجات عادي لغاية ما ايه? هيقول له اضيف العنوان زي ما هنشوف. العنوان مسلا راح دخل ايجبت. دخل مصر. راح عمل ايه? على طول يطلع بقى الشحن يطلع الرقم بتاعها ويضيفها. تمام? اه يعني العنوان بتاع الشحن احنا عارفين ان احنا في هنا في عنوانين. بالنهاية كده لما نيجي نعمل اي عملية شراء يطلع لعنوانين. عنوان اسمه وعنوان اسمه يمكن ده يفرق قوي برة. الناس اللي قاعدة في اوروبا او امريكا يعرفوا الكلام ده اكتر. احنا عندنا هنا كلها هي واحدة. الامور ماشي يعني. اللي هو العنوان اللي هيطلع به الفاتورة. الفاتورة هتطلع بعنوان معين. وده بيفرق عشان بعض الشركات في الدرائب والحاجات اللي زي كده يعني بتسجل بشكل رسمي. اما يعني العنوان اللي هيبعت لك عليه. فبيبقى فيه فرق. احنا بيقول اتنين واحد. فانا ممكن اقول له يعني يعني خلي كده كده والبيلنج هما حاجة واحدة. على اساس ان احنا عندنا مش بيفرق اوي. او ان انت تخلي تمام? ان هو يكون قدرس وده الطبيعي اللي هو عنوان الشحن. تمام? فزي ما تزبط يعني معك. بس وعمل سيف.